اشتركوا في القناة لما نقول سقافة معناتها هي أساس لنعرف ناخد خيارات صحيحة وقرارات سليمة خصوصاً ببلد يتخبط بكثير من الأزمات مثل لبنان بصرنا اليوم استضيف بلوستوديو الناشطة السياسية والاجتماعية وبالدرجة الأولى الإعلامية كارن بستاني أهلا وسهلا فيك بتشاريتي تيفي أهلا فيك إلديكو مارسي لإستضافتك إلي كانت يعني بكل ساعة وتقلت لي بحب استضيفي قلت لي كاي لأنه نحن سبق واستضفت لي عدة مرات بلبنان الحور ودائماً بفرح بالمقابلات مع حضرتك أنا بشكرك كمان على تلبيتك دعوة تشاريتي لأنه كمان تشاريتي بهمة أنك تكوني عبر شاشتها تشكر خصوصاً أنه أنت وجه أعلامي رفع راس لبنان عندي كمان معرفتك وقراغتك للسياسة اللبنانية خط تجربة بالانتخابات فقبل ما أروح على كارن بستاني بالشخصة وبالتفاصيل وبإنجازات والجوائز اللي أكيد رح نحكي فيهما بعد فيديو ونحضره بدي فوت شواء أنا وياك بالزواريب اللبنانية بالسياسة اللبنانية تتوقع حل قريب للبنان؟ ولا نحن أمام سنوات من التخبط حتى لو صار فيه انتخاب رئيس؟ لأنه أصلاً الأزمة مننا هينة سؤالك كتير مهم أنا بيعتبر لبنان فات بأزمة ما رح يقدر يطلع مننا بالهين لأن تعرفي وتتفوت بنفق بيكون عندك بلان يعني إنقاذة بيكون عندك خطة إنقاذية تشوفي حالي كيف بدك تطلع من هالنفق بأسرع وقت ممكن وبأقل ضرر ممكن هيدا اللي نحن اليوم بلبنان أبداً يعني ما كان فيه أبداً هالنية ولا هالخطة بالعكس ملهيين الأفريقاء السياسيين أغلبيتهم جوية لبنان بقلب الحكومة اللبنانية إنه كل واحد يسجل موقف عالتاني وشد حبال ونكد سياسي نعم غض النظر عن كل شي عم بيصير بهالمواطن اللبناني اللي عن جد اليوم كنت عم بقريها نعم أصبح لبنان عراس ليستا محتوطة بالبلدين اللي أكثر فيها عدم وجود نوعية للحياة يعني شوفي لبنان اللي كنا نحنا مش من زمان مرجع للحضارة والثقافة والأدمغة والسياحة ليش رجعنا لورا؟ ليش رجعنا لورا؟ لأنه عنديك لنا ياريت رجعنا لورا؟ ورقنا أحسن مباح أنا على تويتر كتبت كان عم بيقول عم بيهدد وزيرة الخارجية وزيرة الدفاع تبع إسرائيل عم بيقول أنه نحنا فينا نججع لبنان خمسين للسنة لورا ياريت 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 بس سبعين تنجع على الخمسينات لأنه كانت الحقبة الزهبية أصلاً السياسيين ينججعونا على العصر الحجري اللي بدي أقوله لأنه من خمسين سنة لليوم صار فيه حب للزيت طغة كتير أكتر من حب الوطن صار فيه سفقات وبيع للوطن في شي تاني صار كمان ما كان فيها الطائفية من خمسين سنة طائفية شلي غزيها وشو سبب الطائفية برأيك ليكي التعيوش كان حلم عم نحلق عم نعيشه بس حلم لأنه التعيوش شي كتير حلو بس شي كتير دقيق بديك تعرف تحافظي عليه وما تتجاوزي لحدود لسوق الحظ لو نحن بقينا بين بعضنا عم نحكم هاد الوطن ما كنا وصلنا لهون بس ضعفنا بين بعضنا والكمين بدوا يأكل حصة التانية خلى الحرس الثوري أولا والطول الكبير اللي عنده مصالح ببلد صغير بس كله غنى أنه يفوتوا ويخربونا بين بعضنا وأهين شي ببلد في 17 طائفة أنه يلعبوا هاد اللعبة ونحن على سوسو نقطة 17 رح يصير 17 بس لحظة قلت الحرس الثوري لاش قبله ما كان في تدخلات كل عمره في تدخلات بس أنا بدي أقول أنه تا ما إرجع لكل عمره أصلا كل عمره لبنان منتدب يعني ما لا مرة لبنان كنحكم نفسه لو ما كان في عنا مشاكل ما كانت الحياد فكرته بتنطرح من 30 سنة وليش ما عم بيمشوا فيه ولا الحياد بيقبلوا فيه ولا التقسيم بيقبلوا فيه مع أنه أنا ماني شايفة حل قريب إلا هو لعلق تقسيم تقسيم ولا فدراليات فدراليات طريقة ما أنه كل واحد يعيش مرتاح بمنطقته يكون مسؤول هو أنت مانيك شايفة إلا هيك ولا أنت هيدا رأيك الخيار الأنسب حتى نلاقي حلول للبنان ليكي صرنا بكاعر الوادة الجورة يعني بمعنى أنه بدك تشوفي بدك ترجعي توقفي النزيف لبنان بيقومة عم بينزوف بدك توقفي أول شي بدك توقفي النزيف تبعدين تشوف كيف بدك تصحيحي تايوعي يرجع لبنان تتقدر توقفي النزيف بدك توقفي التعطيل اللي عم بيصير أول شي المؤسسات المؤسسات اليوم انضربت على آخر يعني ما بقى في مؤسسة بالدولة إلا معفنة فسادا وشرا يعني فكرك الفيدراليات بتلاقي حلول لهذا الموضوع ليش مش لمركزية إدارية هي اللي بتلاقي كمان لمركزية إدارية بس لخبرك شغل اليوم نحنا طرح نطرحوا لمركزية إدارية من زمان ما حدا ما بيرد علينا إذا هيدا ما ردوا عليكم لأنه هو شو حلمه شو حلم المحور الممينع شو حلمه حلمه أنه يستولوا على لبنان والمسيحي اللي بعده قاعد باللبنان يفل إذا مش عيش بقاو مش قادر يفل لأنه خنقوا يجع يعيش تحت جزمتهم مثل ما كنا قبل بالإحتلال السورية تحت الجزم السورية لا بس نحنا دائما كنا عم نقاوم بالإحتلال السورية ولا مر قبلنا بالجزمة يعني بالمجد دوجان تأجعي لأنه هن كمانا يوم سورية عم بيعملوا فيها مثل ما عم بيعملوا فينا بس بغير طريقة لأنه سياستها غير وأكبر وبعدين من وين عم تت نحنا ليه دولارنا اليوم خمسين ألف وبوكرة ستين وسبعين ألف ولي هني لأنه كل شي عم بيتهرب لسورية ولأنه بيقولوا لك نحنا راح نجيب دعم فيول من الإيران بس أنتو قلوا لنا إيه ما قالوا إيه الرئيس السابق جنرال عون قال إنه إيه بنا نجيب ما جيب يعني هيدا كلها خطة تما تما لبنان يتلفز أنا قلت له أن الأسبوع الماضي هيدا فيولي مش فيول ورعب عليك طب سؤال كتير أساسي شو هالمفارقة أنه المسيحيين الموارني تحديدا اللي هني كان عندهم إصرار يحافظوا على لبنان الكبير ما يقبلوا بجبل لبنان فقط وكان بدهم العيش مع الشريك الآخر هني اللي اليوم هاجمين بطرح التقسيم والمركزية والفيدرالية على عكس الشريك المسلم اللي قبل ما كان بده جبل لبنان اليوم صار بده العيش المشترك ومش قبلين شو هالمفارقة؟ أنا بلاقي لأنه يمكن هني معتبرين أنه اليوم هني بالموقع الأقوى كلهم بالموقع الأقوى؟ ايه مش كلهم؟ يعني يعني ما عندي كرير أنه الصنة اليوم ما عم بيلعبوا الدور الأقوى بس اليوم عم نشوف كمان دولة رئيس مئاتي اللي بده يقوم المئتاية بده يعمل يعني جلسة مجلس الوزراء وبالمراسيم إحنا ملنا ضد إذا هالمراسيم مهمة وعن جد بتودي لمساعدة المواطن بس إذا بس نكيات وكله مين ومده يخد حصته من هاوذ يعني بواخي اللي فيه اللي بده تجي يعني ما هد عندنا ثقة أنا تقليك ما عندي ثقة بحداً بقى طب لو أنت نجحت بالانتخابات نعم قداش كنت فيك تعملي فرق لأنه شفنا هالتغييريين ما عملوا شيء ماكي حق حلو سؤالك كتير مش شو بتقدر كارم بستاني؟ يمكن أنا ما كان دوري هالمرة أنا ما بزعل ما اختلفنا بس لو وصلت كارم بستاني وعندها مشروعة وكل الناس تابعت عنوينك على الانتخابات النيابية وكل شيء وأصلاً أنا بكملي لو ما وصلت أنا من أهم مني بس شو كنت بتقدري تعملي فرق وتكسري تخرق هالجدار اللي كله فساد وصفقات وعند تحكي عنه رح خبرك معروف عني أنا وعن عائلتي أصلاً عن والدي الله يرحمه نحنا ناس مستقيمين عنا مبادئ الاستقامة اليوم بالنسبة للناس زاجة وما بتعرف تستفيده من مقدرات البلد بالعاكس ما هو الفساد اللي بكل واحد فينا أنا ما رح يحكي بس الفوق لأنه مدير كل دارة وموظف كل مؤسسة هو فاسد لو هو قال لا وقال فوق للي قال لا وللأ 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 كنا وصلنا كنا لو اللي راصل هرم فاسد ما بيقدر يعني يفرض فساده على موصفينه اللي هني عم بيقولولك بدك قطع لك عمالتك أعطيني جنالة هم بيفرض فساده بس هني بيكونوا موضوع قابل مع هني عم بلي كي حتى بالانتخابات قلديكم هلا أنا لو وصلت مينموم كان خطي بعده زيته ما كنت مجدت برئيس خطك زيته بس ما ما فيك تعملي خرق لوحدك لا ما من هيك أنا كنت حلفت مع وقتها مع القوات اللبنانية ولكن أنا فرد بكتلة كبيرة ما هي عم يعملوا فرق القوات اللبنانية اليوم عم بيجر بالقليلة مجرد أنه يوقفوا بوج محور الموانعة والتعطيل بيكونوا عم بيعملوا بس أكيدة الناس طالبهم أكتر وأنا بيسألوني أنه قالوا لنا نحنا بدنا بدنا ونحنا فينا شو عملوا شو عملوا في العقب في هيك وضع ما هني مكربجين كمان وبعدين هني جربوا بعضهم عم بيجربوا لأنه أنا عطول معهم متواصل أكيد أكيد بيهمهم يتحدوا هني وغير أحزاب معارضة والنواب التغييريين والمستقلين واللي بعدهم لا هلأ مش مركجين وضعا تيكونوا هني الأكبر الأكتر بس لسوق الحظ أنه التغييريين كل يقوم هني بين بعضهم مش متفقين وهلأ نقصوا واحد نقصوا واحد وكل واحد وبعتبت كل ثلاثة أربعة عنده نظرته منيح أنت متفائلة كل ثلاثة أربعة أنا شايفتهم واحد 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 اه تبعية أنا ما بدي لأنه ما بدي هلقدي سود الأمور بس أنا بعتبر الأمل الوحيد نعم خاصة إذا بنا ننتخب رئيس جمهورية وهي ده ضروري تيبقى لبنان لبنان اللي نحنا بنعرف بس مش قريبة وهاويد لأنه حلم هاته التعطيل طيب عندي سؤال لألك خطرت رغم أنك بنت الثورة وأنت من أول ناس رفعوا شعار التغيير وأنه نحنا مش مفروض نقبل بالوضع العايشين فيه هالحمل اللي على الشعب اللبناني ونحنا لازم نغير ونقلوا بالطاولة أنت من أول ناس اللي رفع هذه الشعار بس أنت خطرت وتركت التغييريين وتركت الثورة ورحت مع القوات اللبنانية وتعرضت لأنتقاد ولهجوم ولحرب ولأتك مش طبيعي ما في شك تم ليش خطرتي رح قلك لأن عندي بعض نظر أنا ما تركت الثورة أنا ما بعتبر بس اليوم إذا رجعت كارم بستاني عالثورة بترجع متل ما كانت وبيستقبلوها وبيتقبلوها متل ما كانت كثار منهم إيه وكثار منهم لا طب يعني خطرتي بس أقلك أنا عراسس اليوم بقول أنه أنا كنت إيش على الأمور تخبرك كي شو كنت إيش على الأمور؟ منهم بعيد عن جو الثورة بكل الاحترام نحن أهمون أنه ركبوا موجة الثورة إيه أنا معك وأنا حدا منهم حذب وعائلتي منهم حذبة نحن شابيين نحن أنا الوالد الله يرحمه كان يقول أنا كنت صغيرة ما أفهم شي يقول نحن شابيين وهو كان صديقه لفؤاد الشاب المقرم نحن مش وبيتقن يستقبل كل الأحزاب لذلك نحن مش محذبين ولا من حزين لا ولا هيدا أنا اللي من طرحت نزلت على الانتخابات نعم ما في فريق سياسة ما إجع صوبة وصار بده ييني علي يستمعوا أوكي من عدا الطيار الوطني الحر أكيد نعم لأنه مني بيخطه أكيد النيب فريد الخيزن أنا رفضت لأنه اعتبرت أنه مع الصناء الشيعي يعني هيدا منه خطه بعد أنا في تاريخ من الخط السياسي ما بيتلاقم مع صورتي ولا بيتلاقم بعدنا نعم الكتائب كانوا طرح علي سليم الصيخ وهو كان مع بتحالف مع نعمة فريم نعمة فريم صديق يعني على العيل أصدقاء عتمعه هو معتبر أنه ممكن يكون صورة سوكيني بافري هو تغي إذا بدك هو مستقل لأله ما نعمة عتمعه شفت أنا بحترمه كثير لأستاذ نعمة ساعد تنايب بس ما بعتبر أنه هو لوحده كان أو مع الكتائب ممكن يكونوا جبهة كبيرة وقوية وممكن تخرق نعم وبعتبر هو صناعي مش سياسي يعني يعني برأيك لا هلأ مش ناجح بمواقفه السياسية وخطواته لا ما في مش أنا ما ناجحي أنا يعني لا بس لتقليلي صناعي مش سياسي يعني عندك ملاحظاتك على أداءه السياسي يعني بعتبر أنه بعد منه مخطرة مع أنه مبايت سياسي عريق هو ما في شك بس يمكن ما يمكن هلأ بل يعني لو مخدرا برأيك كانت كتلته وصلت غير ناس أكتر وكان اشتغل بطريقة مش التوازنات هي ما في شك ويتصور أنه كتير بيشتغل يعني نيابة عنده أنه قبل بفترة بعمل مساعدات بس شو إنجازاته السياسية يعني رشوات لا لا أنا ما قلت رشوات بش أنا عم بسألك لا لا موساعدت محركة اشتشوف لاحظت موساعدت أصلاً كلك السروان هبت بالمصار بس عطول هو بهالحالي هو مش بس قبل الانتخابات بيساعد ما حدا بيدق بابه ولا ما بيساعد من أيام الواء ولا قبل الانتخابات بيتغير الدوز شوية عند الكل أنا خبروني أنه بعض الانتخابات بيسكل باب وحط الكلاب بره أنه ها طريقته أنا ما بعرف ما بتابعه هالقد بس أنا مرتحت أني كن معه أوكي وغيره ما كان فيه لسة التغييرين أنا تقلك بس دي أرجع لورا بس فيه تغييرين رحوا معه ما في شك لأنه كانت حيني مولوا كل شي ويمكن حسوا أنه حسوا بس لأنه محذب ويمكن أنا بس تحالف مع أحزاب يعني هي زيتا بس ما العالم ما بتشوف هيك مزبوط بين تقدو تين تقدو شغلة ثالثة أنا كنت أول وحدة بكسروين جربت أعمل لستة تغييريين صوراجية قوية وغحت عند الوزير السابق زياد بارود وقل لازم نعملها وجبنا أسامة مهمة هو اللي أخذتك ما عبده زياد بارود تغييري لا بس أنه أنا اعتبرته بكسروين حدا عنده مخضرم سياسي أنه كان وزير ونضيف بس هو قريب من الطيروطن الحر أو لم يترحوا لرئيسة الجمهورية ويضعوا له اسمه أنا كنت مفكرة أنه لا يعني بيضل فيه أشياء جديدة نتعلمها ما فيش أوه شو تعلمت أكيد كل يوم نتعلم يعني لا كف فكرة لا وعن بقول وان هيك أنا وقتها شفت ما فيه بعدين أنا أخي تكي هم لو ليستا يعني كانت كثير ضعيفة ركيكة صح ركيكة بس كد جاء أنا أخذ أرار أرار لأنه أنا وأتجتمعت مع القوات اللبنانية مع أنهم وحزب وأنا كنت أقول كلهم يعني كلهم بمعنى لتحت المحاسبة طلعت بالملفات تمعولهم أول شي ضد الفساز اللي نحن مع محاسبة كل واحد هرب أموال وإكسترا مع تمكين المرأة وأنا كان من أساس الأمور لأنه اليوم ما فيه تعرفي قد كانت صعبة لأمرأة تنزل بالانتخابات بكسروين وكسروين كمان بس أنه أنا حتى سألوني قدتلوا ما انتبهت أني مرأة شوفي لوين كنت عم بعمل معركة قوية وشرسة بعدين المرأة والجل اليوم ما فيه فرق بينتهم ويام المرأة عشر جيل إلا بالإنتاج صحيح رابعا شفت أنه هن سيديين ودود محور الممانع اللي أنها ومش عاملين تحالفات فيها تركيب تربيش ومدرش وقالهم 11-10 سنة zero for هلأ ما نشوف من قبل بالعكس أنا بيني وبينك يعني اليوم اليوم أكتب من بير ما من قبل ما كانوا بالسلطة أنا اليوم أكتر من وقت الانتخابات ويمكن أقل من بكرة كان خياري صح أنه بالانتخابات انزل معهم لأنه اليوم هن ما غيروا خيارك بالتحالف مقتنعة فيه وبالعناوين وكل شي بس بالترشيح بالـ 2022 كان خيارك سليم ولا بتقولي كان لازم أنطر للـ 2026 لأنه ما كان الوقت لكارم بستنيح احترق التجربة يعني ندماني أبدان احترقت شو أبدان إذا هلأ بتراجعين إلى وراء بجع بنزل وبزيت بتراجعين ولو عرفي حالك ما رح تطلعي مش هم شو عطتك الانتخابات تجربة الانتخابات بالعكس شو عطتك أول شي تجربة ما كنت أعرفها شو عطتك زيادة كيف لكين عطت أول شي اسمي صار اليوم مطروح سياسيا وأنا بتاع فيني الشغف اللي عندي للسياسة بس ما كنت فيتي فيها قبل الثورة ما كنت مقيمني فيها لأن كنت تضي السلطة بس الثورة اللي خلتني حس إنه لأ أنا فيها في إليك مطرح ثانيا تعرفت عكواليس السياسة اللي أنا ما كنت أعرفها بعدين شفت أمور مرعبة يعني يعني وقوتني لأنه بقلك اللي ما بيقيت لك بقويك هلقد أنا بقلب بالوكر طبعولي الانتخابة كان فيه ناس عم بتخون يعني منى وفية الصوات باعد يعني أكتر من هيك تجربة بشعة ما فيه بس وبعدين ومن بعدها قد فيه ناس بتطمع وبتكذب وبتفكرك إذا أنت كتير مستقيمة وشبعانة وعندك طيبة بفكوك أنه فيهم يكلوك لا أنا كمان حقوية مظبوط أني لذيذة الشرسة شو قصة الأشخاص نقلتين اللي نبيعوا ونشاروا شو قصة ونهود كيف تقدروا يشتروا لك ما كانتك الانتخابية يعني صرت تعلمتي كتير لمرت الجيل يعني أكتر ليك يمكن من أكتر المرشحين اللي تحاربوا أنا خيفوا مني من حجمي لأنه حدا عنده مسلفة العالم كتير العالم كتير واسمك معروف وعملت إنجزات عالمية ونضيفة وبنت عائلة وشبعانة وجيب والاغتراب معي وعندي نتيشتك بالاغتراب كانت أفضل بكتير من هون ما في شك وبرضه ما كانت مضبوطة بظبطين يعني أيمين كيف ما كان أيمين 200-300 سوء أنا بأكد لك كل هالأمور لأنه أنا بعدين من بعد ما إجاني كل التعبير طبعا أكيد طعفاء أول شي بتبقي منك فهميني أنا حصلت لهم في شي كتير غلط ليش ما قدمت طعن؟ قدم طعن بالاختراب بالاختراب وشو طلعت نتيجته ولا بعد؟ الاختراب ما طلعت نتيجته بس هون ما قدمت لأنه شو بدي أقول لهم نبيعوا إخي التكش وشو بدي أقول طعن خص ما عندي كمانا أثبتات بجي تقول لأنه ما إجا حدا من بره كانت من جوه بعدين شغلة تانية بدي أقولها كتير مهمة أنا أنه حدا أنا ما بيكذب حدا إلي 18 سنة بعتلي لبنان ولا ناس بلبنان مساعدات من وراء الجمعيات جمعيات اللي عندي إياها اللي ديريكت بيروح مساعدات من إله أنا ما بتعاطى أصدا قد ما بسمع قد ما بخاف قد ما بحب المساعدات اللي إجت من إيطاليا لعيال أربعة قاب إجت من على المترانية طبعا صاربة من صاربة على مترانية بيروت شوفي لأوين أنا ما بتدخل من خلالي كله بيصير لأنه ما عارفة بس أنا ما بيفوت شي عندي على البنك ما بيطلع من عندي شي بفوت ديريكت لأنه أنا عم بعمل مساعدات ومديك تربحي بالانتخاب لا مشوخ خاص وقتا كنت أعملهم من عشستين لو قالوا لي بديك تفوت على السياس كنت قلتونوا وحب لا أنا اليوم مش زمن الشفافية مش إن هيك عم قلني عاكل حال بدي أخد بريك ما بهمني بيني وبينيك أنا كارين بستاني بارف شو أنا منعي بزق النجح بانتخابات أو سير طبعا ما رحي ما رحي تغير اسم كارين بستاني بدي روح على بريك بس بعد البريك قداش بيرأيك بعض الناس ممكن تعمل ثورة وتعيد الحياة والنبض إلى الثورة خصوصا بعد تجربتهم الخائبة مع نواب التغيير وأداءهم السياسي اللي مع قد المستوى المطلوب اللي هني طلبوا وجمعة الماضي شفنا التجربة اللي صارت قلب مجلس النواب بكل أحوال في حركات وتحركات بس يعني ما بترتقي بعد إلى المستوى هل تعود الثورة بعد البريك بتجاوبيني أتابع بلا هوية من شاريتي تيفي بجدد التحية لكل اللي عم بيتابعونا أكيد بجدد تحية لضيفتي بالستوديو كارين بوستاني الأعلامية والناشطة السياسية الاجتماعية بفتكر غنية عن تعريف كارين بوستاني كنت سألتك قبل الفاصل هل تعود الثورة ويعود نبض وحياة الثورة خصوصا بعد خيبة الأمل اللي حصدوها اللي انتخبوا نواب التغيير بسبب الأداء السياسي ما بدي اتهمهم بالفشل بس أقلوا بالتخبط والضياع وعدم وضوح الرؤية والصورة والبرامج الثورة هي روح يعني فيه روح الثورة فيه نبض الثورة أنا بيلاقي ما مات موجود وبالعكس عم بيعملوا فينا اللي ما بينعمل بطريقة إنه إذا رجعت ولعت يعني شرقت بدأتولها على آخر وهالمرة أبشع بس ما قبل بمرة قمعوها إيه هلا شو بيمنع يرجعوا يقمعوها مرة تانية بغاح يجربوا بس ما هون قوة الاتحاب رأيك هالمرة إذا نزل الشعب فيه إجرام خليني بين مزدوجان هو الثورة لا فيه دم ليك ثورة إيران اليوم شعب متل ما هو عم بيموت وحتى عم بيعدمون ويلا عم بيقتلهم عم بيحكوا عنهم هاي دي ثورة نحنا كانت تغنيجة الثورة نزلنا رقصنا دبكة ها بالأول شعب شعب بيحب الحياة وبعده أنا بقله بيحب بيحب الكمفورت زون تابعه لبنيني هقده بيحب الوحي يصهر وإذا عنده لقمة العيش بيفوتها على البيت ما بده أكتر ما منهو هممو بيقول البطيخ يكسر بعده غلط هاي دا الوطن صار فيه هايك لأنه كل واحد مقصه عقده هاي دا الوطن أرض لإلنا كلنا أو مننا نحافظ علامة ما منحافظ ع عائلتنا وبيتنا أو ما نزعل إذا صار فينا هايك لأنه مش متفقين ع عائد الأرض ايه لكن اللبناني هوية لبنان معروفة شو هي وعم بيجربوا يغيروها بس حوية كل لبناني شو هي هاي دا السؤال الأقوى أنا بدي كل لبناني اليوم أفكر أنه أنا لبناني طب شو معناتها أنا لبناني أصلا النص اللبنانيين مضيعين حوية وعافو عليك وما تزعل مني من كترة ما كان فيه مشاكل بهالبلد والحروب وهايك صار كل واحد راكد ورا مخلصه اللي هو ممكن يكون جئيس حزب ممكن يكون مسؤول عنه ممكن نسيه أنه عندن مرجعية واحدة هي الله وتاني مرجعية هي الوطن صحيح يعني هيدا اللي نحنا وصلنا لهون بهالسرعة ننزل هالأدعى جهنم أكيد بيادة ناس مانا خرج بتكون عم يعني عم تتحمل مسؤولية وطن وشعب خليني شوف فيديو معكي كيف عرفتي عن حالك أو كيف بتحب تعرفي عن حالك قبل انت خبت قدمت نفسك للناس خليني شوف شو راح على العالم اللي خسروا كارين بستاني بقلب مجلس النواب فيديو ومنكمل أنا كارين جيمون بستان امرأة لبنانية مؤمنة بسيادة لبنان وثورة الشعب اللبناني من 17-20-2019 قويت قلبي وترشحت عن المقعد الماروني بدارة كسروين الفتوح جبال بدعيكم انكم تصوتوا ليه كارين البستاني؟ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 من اول وجديد يعني نحن مستعدين نهدم ونرجع نبني صح يعني القصة طويلة لأنو اصلا لبنان بدو اعادة تقهيل من اول وجديد ما بدو ترقيع قد ما رقعنا وصلنا لهون ترميم ما هي الترميم هي تعمير بس هيك بتخلي إذا بديك الكاشي بس بيضل في زغل يمكن بالترميم يعني أنا إذا بتغيش عيني تقص في طيران طيران وبرجع لأنه حتى بيبقى هالشار الجمعة يعني مشروعك عمره يعني بدو عشرين ثلاثين سنة متل مشروع مكفحة الفساد بس أقلك خلينا نبلشو بدك جيب بالقليل عقيم أولادنا طب شو الخطوات اللي بتقامن كارين بستاني انه هن اللي بيعمروا البلد واحد اتنين ثلاثة أول شي يجي رئيس جمهورية أنا ما عم بقول ماني إيدياليست مش عم بقول انه بدي يجي بس بدو يكون ديكتاتوري هربانين نحنا من الأنظمة الشمولية ديكتاتوري بمعنى انه بقص روس اللي وصلونا نحن يعني بيعرفي حاسب بيعرفي استعمل صلاحياته وبيعرفي استعمل صلاحياته مش يجي واحد تا يعملوا في البلدونية بس هيدا اللي رح يجي هلا لا هيدا عم بقلك كيف بدك تا يجي بيجي حدا يمكن يعمل حاله انه ويشتغل مظبوط ما بعرف هلا نحنا بمحل إذا بدك كتير استراتيجي أو لبنان بيروح عهوية ما تشبهه أبدا أو بيبلش يرجع يكوع ويرجع شوي شوي عهويته اللي كانت عبد شو اللي خلى كارم بستاني يكون عندها جرأة هالقد وطبرم العالم وانتاج خاص وتعمل حلقات استثنائية ضربت بلبنان وبالعالم ومخلت لبناني أو شخص من أصل لبناني رئيس لبرازيل شخصيات معروفة شو اللي خليك تعمل هالمخاطرة أو هيد المغامرة سأخليني سميها أول شي أنا بلشته هيدا البروغرام من وقت ما توفى الوالد الله يرحمه بابا كان مخترط بأفريقيا وغجع بثمينة وسبعين اللي من كل العالم عم طفل إجا واستثمر بلبنان عنده شغف للوطن مع يفوق بي من اللي عمل كتير وعمر وعمر كنيسة حدا بيحب القرب بيحب لبنان بيأمن يا عمي ومورتك هيدا الشي ايه أنا بيقول له عندي رسالة قد ما بدك عنده رسالة أنا عندي شغف لوطني ورسالة لوطني عن جد كلهم بيقولولي يا كارن شو بي أصلا وقت بلشت البروغرامي يقولولي يا عمي شو أختك على البرزيل شو بتك فيها المغترب الاعدني يقولون هيدا المغترب هو اللي مخلى لبنان بعده عايش واليوم وصلنا على حكية وفت بالسياسة ما بدك تفوتة هلا أنا بعرف لليوم السياسة عيوزة ناس مش أنا بس عيوزة كل واحد بيشبعني يعني كل واحد جاي يعطي ما ياخد شبعان بس مشكلتك بيكونوا أغلبيتهم بيكونوا جايين يعطوا ما ياخدوا بس يوصلوا على السلطة لا شعوريا لكن بياخدوا ما بعضوا يعطوا تقلك ليه لأنه ها ودي جاي لأنه بدون يفوتوا بالسيستام لا أنا هيدا منو سيستامي تفوت فيه منو سيستامي لأفوت فيه ما بقدر فوت بهيك السيستام بقدر أنا ولي بيشبهوني أفرض سيستامي عهيدا السيستام كيف بدك تطلع من بلد مأكول من الفساد إذا أنت بدك تطلع من بلد الفساد ما نحنا ما فيت ناس وبقي ناس وما خلوا ناس متلنا يتوصل وصل البلد لهون بس ما الثورة أو الانتفاضة طبع 17 تشهين خلت أمور ما ترجع متل ما كانت فيه محاسبة وأنا أكيدة كيف نزلوا العالم وقت وليام نون من كم يوم ذات الشي إذا صار في شي وبعدنا انفجاء تفجير أربع قاب هو لوحده بيعمل ثورة بس اليوم الوضع مختلف ما عندك ثقافة اللي غيرت بالزمنات اليوم أنت يمكن انطلاقتك الأساسية الفعلية كانت بعالم الثقافة بس وينه الثقافة وين الشعب اللبناني لا سياسة ولغير سياسة يعني بحترم كل المثقفين وبحترم كل النخب ومش قصدنا نهين حدا ولكن بشكل عام في شرائح كبيرة جدا من اللبنانيين السقافة معدومة عندها على أنواعها هو دي كيف تتشتغل على ذهنيتهم؟ أو عايشين أو بالعكس متعربتين بسقفتهم هنه اللي ما بتشبه شي المنغلقة على نفسها المنغلقة على نفسها أنا من فتحة أنا حدا نعيش برا بين الاختراب واللبنان كيف بدك تلاقي حالي؟ حدا علاقاتي دولية عالمية كنت عم جرب أرجع بهالانتخابات عم جت تحط لبنان بهيدا الموقع من هيك بيحربوك وقتا تكوني هيك لأنه هنه بدون يغلقوك وحطوك هينه معروف شو مشروعن معروف متل ما عملوا بالعراق ويمن وسوريا وسوريا عم يعملوا فينا بس الفرق إنه نحنا أسرع لأنه بلد صغير بس أصعب لأنه في ناس عم توقف بدربهم لأنه ما بنشبههم ما فينا نشبههم ما فينا نعيش بهال بالتعليب يعني الحرب الأساسية اليوم بلبنان بين أي جهة وأي جهة برأيك أكيد أنا بسميها ثقفة الموت وثقفة الحياة بين محور الممانعة والمعارضين شو بتعني لك الجوائز العالمية وأنه اسمك يكون أو اسم لبنان يرتبط باسمك على مجلات عالمية صحف عالمية كتب برامج عالمية هيدا الشي شو بيعني لك بتحسي حالك أعطيت لبنان أكيد لأنك أنت لبنانية بلد الانفتاح الريادة بالسقافة لدي كوفي يوصل كل واحد بيشتغل على حاله نحنا مش ناقصنا شيء أصلا عملت 42 بلد 600 شخصية وفي أكيد قدهم بس أنه أنا ما راح لحق أعملهم كلهم ما في بلد في بتاع ليه ما في لبناني ترك بصمته أو حتى مغير بتاريخ هذا البطء اللي بوقتاً شوفي قدية أنا رجعت سئة اللبنانيين بنفسهم كان ينحضر الأسماع من التاريخ بس هلأ رجعت نهزت نهزت بس لأنه أنا نزلت على الانتخابات تأرجع قاعتي نفس أنه يا عمي في ناس جديد قوليكي في كتير ناس انتخبتني لأنه بتعرفني مش في ناس انتخبتك ما بتعرفي بس على صنعتك بس على صنعتك على صنعتك صحيح على يمكن شيء منيح يمنتوا معهم من ورا الجمعيات أو شيء هيدا أنا وأكيد اللي محبين الأصدقاء كذا بس في كتير ناس كمان اللي حقوني وفي ناس عطيوكي فرصة حتى يغيروا عن الأحزاب وفي ناس يجوا بدوني يعطوني أصواتهم بس طلعوا هني كمان بغيروا فكرهم آخر تاكي لسوق الحظ بس أكيد اليوم منون مبسوطين اللي بدي أقوله أنا اليوم إنه الانتخابات اللي أنا خطة صدقيني مش تسيرني بقلب البرلمان للبريستيج سوري أنا فيعتبر اليوم بقلب بيتي عندي بريستيج أكتر نسبة لشو عاملي أنا بي إنجزاتي 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 أنا حدا فخور من نفسي أكيد حققت وحققت أنا ولد وحققت من ورا حالي بدون ما اتكل على حدا حتى البرلمج أنا يعني فيك تقولي بعصامية تامة كارن بس تامة هادي أكيد ما حدا إلو معي ما حدا إجا قال لي خدي هالليرة ما حدا إجا قال لي أنا حدي بحياتي كانوا أهلي حدي وتوفوا من زمان الله يرحمون أنا بفضل بس أنا نزل أنا حسيت عندي عندي تجاه وطني يعني لازم أعمل شي ما فيك تتفرجي لا وقيت حالي إنه قدرت أعمل كل هالإنجازات هاي التجرب أعمل إنجاز إنه ساعد إنه لبنان يرجع على الطريق الصحيح وعندي اندفاع وهيدا الاندفاع ما بيروح لو خسرت مرة ومرتين وبالعكس أنا تجربتي بلاقيها من أنجح التجربة وأنا بأكيد إنه مرت يجي إذا رجعت نزلت باعرف أكتر كيف أشتغل زوريب اللعبة هاي دي ما فيك تتعلمين بره هلأ هي عكل حال حرب المرشحين من أكثر ما يكون كان بكسروين فعلا يعني كسروين حرب المرشحين فيها ما شبهة ولا معركة تاني بي أبشع إنتي أنا ترجوني الثورة إنه انزل بتشوف عنا يعني إيه وأنا بتاع في بيت البستين الأصل منشوف بس أنا قلتلون لأ أنا من كسروين وما رح إقبل أنا ما بإقبل إلا من ضايحتي نخليك هيدا اللي من الشمال تنرشح بكسروين وأيه وهيدا اللي من بيدك ترشح بالجبهة بس أنا شفت قديقة أنا راسي مستقيم إنه لأ أنا من كسروين بدي أنزل بكسروين وأنا بيت البستيني وبيل عامله بكسروين لأ بدي أنزل تشوفت كيف إنه طبيعي صالحة مع حالك مش بالبارشوت بديك تنزلي على شعب أنا متكلي إنه وعي الشعب على أساس بس طلع وعي محلات بكسروين غايفي ولسوق الحازل الأحزاب اللي ضدنا هي اللي غبحت أكيدة يعني اليوم بأصوات حزب الله ما في شعب وزيادة عن هيدا إنه مش بس كانت الحرب عليا من كل البقيين بس كمان كانت من جوه بس بدي إليك شغلة يمكن أنا من وراء طيبتي أو لأني معني مخضرة مبعد عم بحكي مش بالسياسة كسياسة عم بحكي انتخابات كعمل على الانتخابي كعمل انتخابي كعمل انتخابي صحيح يمكن لو جيت وزيرة تعلمت كتير لا هيني علي بس الانتخابات النيابية شي تاني لأنه هديك حقة بتحمليها حسب خبرتك أكيد تبري أنا وزيرة إعلام أكيد هيني علي سقافة هيني علي يمكن خرجية كمان أدبع عندي شو ما كعمل تحط المستشارين حديك وبتمشي ما في شك ومع سقافتي ويعني مع كل الاحترامي للكل وأنا مش عم بحكي إنه شايفي بحالي بس إنه أنا شغلة على حالي في مخزون في مخزون بقدر حطه بالمحل الصح بس الانتخابات النيابية كتير صح وبدي إليك تعفل في ناس بيسموه إشحادة كأنه المرشح عميش حد أصوات يعني وأنا أبدا ما عندي إياه وأنا بقي طريقة أقول لهم أنا ماني جاي يشتريكن ووعا تقبلوا أنتوا ما حقكم يطلوا أنا هيكو حلون وقول لهم هل أدعي وزينا خدوا بس روحوا انتخبوا الناس اللي تشباكن أنا صار ما بحيطني أطلع بس كان همم خيفاني يجعوا يطلعوا واني ذاتهم وسهي قد اللي صار يعني أنا بزعل وبقول إنه عن جدل أكتار من اللي بكسر وين ونحنا هون بهايد المنطقة في ناس غلطوا لدرجة رجوا عطيوا حصنات لناس فاستي كان لازم تتحاكم نضمن نذكر أسماء الناس التي تعرفها اليوم أنت بس تعطي حصانة لإنسان لازم يكون عم يخضع للمسائلة والمحاسبة قديش أنت يا أما منك عارف التركيبة كيف يا أما أنت منك جدة فعلا بمكافحة الفساد يا أما ناقصك كثير من السقافة والمعرفة والوعي وكله المسئولية شخصية ما حدا بقدر يخذها عن حدا بالنهاية صحيح مظبوطة لا لا قصة تمكين المرأة أنا مش موافقتك فيها ليش نحنا بدنا نمكن المرأة؟ لا لا خبرك لي بالتاريخ بوقت اللي كانت المرأة مهاجمة ومكموعة وحسة مش طالع طلع برز شخصيات خرب الدنيا بعرف بعرف ليش نحنا بدنا نمكن المرأة؟ لا لا خبرك من أي ناحية من أي ناحية؟ لقوانين مثلا؟ أول شيء لقوانين في كتير قوانين مش حقه تاني شيء يمكن أنا وييكي وخمسين بالمئة أو سبتين بالمئة من النساء اليوم قد حالها وبتشتغل ومانا عايوزة مني يحصل لحقها قد عشر جيء بس عنديك كمان شريحة بتخاف شريحة بتخاف بتخاف شو ما عملت معها هاي دي؟ لا مش شو ما عملت معها مش انو بتوقفي معها انو بس بتساعديها نو بتعلميها تساعد حالها يعني بتوعيها اكيد بتوعيها حقوقها لأنو نحنا بمجتمع ذكوري انقلنا ايه اولا؟ وانا قلتها بالانتخابات ووقت كان فيه اعلان الليحة طلعت وقلت وهي ما كانت بسبيتش بس زبتها قلت بمجتمع ذكوري محت وولعت ما ولع من الرجال ولع من النسوين يعني العالم اللي قاعدين نحنا معا انو انا كتير صديق تركاجول وأنا باعتبر انو ايه اكيد انتوا بمبنيك مع كره الرجل ابدا ايد بالايد نحنا بنوصل.. بالعكس انا أصدقاء يعني عند بلقي أصدقاء لقلي آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ عليك. مني. بتغير منيك. وما اكسر هون. واكسر. لانه مش طبع تكون. وما اقربون. ميش حويس. الاقربون هن الاكسر غيرتا. ايه. مش هنفتح. مش هنفتح كتب كتب. لا بس هيدا شي جانرال لانه كل الناس عايشته. ما في الشيء. ايه. يعني اليوم انا ماني ضد بتطيلة الجاجل. بس كمان. في كتير جالب. بتتطلق احنين. ترتقل المرأة انه هي اقل. انه لش هي. ما هي بتربع المرأة اصلا. انه انت دون الرجل. انه حتى ما بتفكر بالسياسة انه هيدا مش قلة. انا رايح اقامل جرافيك ديزاينر. رايح اقامل مدرشو. اه فمنهم بس هموا نزبطه حالهم يعملوا موضل او يعملوا شي شا. حرام. ايه عنجب. ايه عنجب. اي فو دو توب وفرقمون مش عم بقول غلط. بس اللي عندها شوية هيكة عمبسيون عندها شوية اه 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 اه. سقافة مهمة. سقافة او شغف للسياسة. يلا شو ناقصنا. ماننا عيوزين كوتا. نحنا لازم نفرم هاي اللي بد اقليك ايها. انه انا مش مع الكوتا. لا ولا انا مع الكوتا. طب باخر كم دقيقة عم يخلص وقتنا. في شي وصية ترك لك ايها بايك يعني شو كان يوصيك دايما وبعدك لهلأ بتعيش بهايد الوصية. اوه. اول شي انه احترام للنفس وللغير. تانيا التواضع. وانا هيدا بلاقي هي نعمة. لانه كفي كتين ناس تجي بتقلي كارين. انه خاصة بالانتخابات كمان. انه كارين انت كثير يعني انه لها حقك تشوفي بحالي. انا كتسوق سيارتي وروح في غيري يجيب اربع خمسة باديغاردية. وهنا مش نواب كانوا يعني نزدين جديد. بعدهم مرشحين. ايه. وبيباب بيباب. اتدحك انا. يقولوا لي لا كارين ما بيصير مش عم بيحكم بس عنها. انه انت مكتير طيبة. قلت له نحصة ده. مش علينا نتكبر. التكبر عقدة نقص. الناس بتشوفك كبيرة. اصلا صعبة توصلي افكارك ازا ما كنت متواضعة. وانا من الويلة ما بتلاقي من يسمعك. وحذري من مين. من الستمائة شخصية اللي عملت معهم. وقصة جمهورية وإلى آخره. كبار كبار. ما عندهم اللي عايشين ونحنا اليوم. وعندهم تواضع رائع. يسوع المسيح. وتواضع. وتواضع. وتواضع كرمالنا. نحنا عشو بدنا نشوف حالنا. لأنه نزدين على الانتخابات. يعني هيدا الوصل. هيدا الضعف البشري على كل حال. هيدا الضعف البشري والشو اوف البلطاني. شو اللي ترك اثر بنفسك اكتر. وفاة والدك او والدتك. نانطن قد بعضون. بس تقلك. والدي زعزعني اكتر. لأنه كان اول حدا بيموت بالعيلة. وهو السند. وهو اذا بدك. كان لأنه انا كمانا. يعني. كان عندي تعلق ببي كتير. وعندي تعلق بامة. انا امة ستة الستات. امة. ماتت الكتاب بايدة. مثقفة. كبيرة. لا عجب. ورائك الرجل العظيم امرأة. يعني امك ستة. شي ليا عنه. مش بس لأنه امة. هي الستة الستات. هي دي سمرة مثقفة. وبعدنا مؤسسة عدة جمعيات. مرة مثقفة. محبة. تجمع. بس السند كان. البابا كان اذا بدك المثيل الاعلى. وانا عندي كتير بشبهه. خي بقل لي. بقل لي انت. يعني البابا عبنت. مهامر. عنيدة. ايه مثيمر. ايه عنيد. انو اذا بدك اعمل شغل تديروح للايخي. لو انا بتفوت حيطان. انا بتفوت حيطان. ما تقولولي لأ. ولكن لو ديما بتتعلم. تتعلم. قلتيا قبل. شوي. ما بتموتك بس بتعلمك. ليكي. بدي قللي تشغلي. بقول كتخ الله. وما بنده معاشي عملته بحياتي. لانو مقبيل كل وجع. فيه فيه انجاز. وكل مقبيل كل. يعني خيبة امل. فيه. يعني. واحد عن جد. فيه. تكوني فخورة. انا فخورة بكل شي عملته حتى لو غلط. وكل اللي رفقوك وانتخبوك فخورين. نحنا فخورين فيك. بدي اختم باللي حضرتك عم بتقوليه. كارن بستاني. كارن بستاني ما ندمت عشي عملته. انا بدعيكم من خلال هيد الجملة. ما تندموا الا عشي اللي ما عملتوا. فعملوا وتحشوا. غيروا. حققوا. انجزوا. كل لبناني بيقدر يعمل فرق من بلا هوية شاريتي تيفي. شكرا لقالكم. اشتركوا في القناة